اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا من الأدلة الأربعة التي ساقها العلماء للاستدلال على كون البسملة من القرآن الكريم جزء من الفاتحة ومن السور القرآنية عدا سورة براءة وانتهى بنا المطاف إلى أن أهم تلك الصدور وأعلاها رتبة التي حوت القرآن الكريم هي صدور أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وقد أشار الله جل وعلا إليها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كان الصادق عليه السلام يضرب على صدره عليه السلام ويقول في صدور الذين أوتوا العلم إيانا عنا لم يقل بين الدفتين وهذا شيء واضح أن أهل البيت عليهم السلام وهم عدل القرآن هم الذين حفظوا القرآن رسما وتطبيقا وعلوما ومعرفة وتعاليم وكل شيء هم القيمون على القرآن الكريم وذكرنا إشارة أردت اليوم أن أقف عليها وهي كونهم أعلم بالقرآن الكريم خصوصه بخصوصه وعمومه محكمه متشابهه وهم بذلك قد اختارهم الله سبحانه وتعالى لذلك لم يكن لهم معلم هذا شيء مسلم عندنا لكن الآخرين لما يكتبون عن العلماء وعن الفقهاء يكتبون لهم يعددون لهم أساتذة ومعلمون معلمين ولكن أهل البيت عليهم السلام ليس لهم معلم وليس لهم أستاذ علمهم بل ينقل في حياة الإمام الهادي سلام الله عليه الإمام الهادي من الأئمة التي استلموا الإمام وهم في سن مبكرة يعني دون العاشرة فالحاكم العباسي ظن أنه ممكن أن يصوغ الإمام لأن عمره صغير ممكن هو يصوغ الإمام عليه السلام وممكن هو يمكن أستاذ يؤثر على الإمام وبالتالي ليش هذه الحرب التي يقيمونها ضد الشيعة ممكن أنه يؤثر على الإمام إمام الشيعة وهو يصوغ فأحضر فقيه من فقهاء المدينة واسمه الجنيدي وقالنا أنا أوكلك بعلي ابن محمد تروح أنت تعلم يومياً تعلمه الفقهة والحديث وخل الوالي بالمدينة يكون مراقب عليه فهذا الجنيدي قام يروح للإمام ويرجع يروح إلى يوم من الأيام استدعاه الوالي من قبل الحاكم العباسي قال له أنت انشغلت عنا ما هي الأخبار ماذا فعلت مع الصبي الصغير قال له تقول الصبي الصغير قول الشيخ الكبير قال له كيف قال أنا متعجب أنه صبي صغير كما تزعم يعيش بين أربع جدران بالمدينة أبوه قد قبض مبكراً كيف عنده كل هذه العلوم قال له وما رأيت منه قال والله ما تلوت آية إلا وأكملها على ما نزلت عليه وأعلم بها بتفصيلها أين نزلت فيما نزلت محكمها متشابهها ناسخة منسوخة فالقرآن الكريم نزل على جدهم سلام الله عليهم أجمعين وهم أعرفوا الناس بخصوص القرآن وعمومه وخصوصياته فهم الذين حفظوا القرآن يبقى الآن قبل أن ندخل في تفسير سورة الحمد مفصلاً بدايةً بالبسملة أن نذكر بعض خواص البسملة كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام المرحوم السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان ذكر عدة روايات في خواص وفضل البسملة نذكر ما يسع الوقت للتبرك بهذه الأحاديث الشريفة عن محمد بن مسلم الرواية عن التهذيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة قال نعم يسأل عن السبع المثاني هذا أمر تكلمنا في روايات هذا الباب ومعنى السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع هذا أيضا يأكد على كلامنا من السبع المثاني قال نعم هي أفضلهن يعني أفضل آية من آيات السبع المثاني هي الفاتحة أو البسملة وفي رواية عن الرضا علي بن موسى عليه السلام أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها نحن ذكرنا في فضل وخواص سورة الفاتحة قلنا أن الإمام عليه السلام يقول الاسم الأعظم مقطع في سورة الفاتحة هنا شوي الحديث أكثر تخصيص بالنسبة إلى الفاتحة يقول أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها جدا قريب من الاسم الأعظم لهذا لها كل هذا الاهتمام وهذه البركة وهذه الروايات التي تشيد بها وهذا الأثر حتى صارت شعار للمؤمنين للمسلمين الالتزام بالبسمة ولو قالها الإنسان رددها ذكرها عن اعتقاد جدا يجني أثرها ويرى أثرها واضحا يقول عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم بينما نستدل على كون البسملة جزء من القرآن غيرنا يستدل على أن البسملة مجرد يبتدأ بها الإمام عليه السلام يقول هذا من السرقة سرقوا أفضل آية أعظم آية أكرم آية كما في التعبيق اللي ورد عن الإمام عليه السلام الباقر أكرم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وروي عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية لطيفة جدا يقول إذا أمر رجل القومة يعني إذا وقف إمام الجماعة وتصدر إمامة الجماعة جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قريب إلى الإمام صلاة الجماعة فيها شياطين وفيها ملائكة شياطين يوسوسون شياطين يشغلون الشيطان الذي يلي الشيطان الذي عند الإمام يأتي له شوفوا الرواية واسعة الدلائل جدا دقيقة يجي له يقول له هل ذكر الله يعني الإمام الإمام هل ذكر الله يعني هل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه علامة فارقة ويبدو من الرواية المقصود فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يعني يقول له هل جهر ببسم الله الرحمن الرحيم فإن قال نعم هرب منه يروح الشيطان وإن قال لا ركب عنق الإمام ودلى رجليه على صدره فلم يزل الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم هذه من عظمة بسم الله الرحمن الرحيم أنها تطرد الشيطان وخلو الصلاة منها يسلط الشيطان على الإمام وروي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن أناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم فقال هي آية من كتاب الله أنساهم إياها الشيطان واضح أن الشيطان عنده معركة طويلة مع البسملة من الرواية التي قبلها وهالرواية ولهذا الشيطان هو الذي ينسي البسملة وهو الذي يشيد الأدلة حتى المسلمون يتركون البسملة يقول هي آية من كتاب الله أنساهم إياها الشيطان في رواية عن سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول إذا أتى أحدكم أهله يعني عند المقاربة فليكن قبل ذلك ملاطفة فإنه ألين لقلبها وأسل لسخيمتها إذا في قلبها شيء يعني أو كذا حتى تلين وحتى تكون الأمور هادئة هذا جد مؤثر على النطفة فإذا أفضى إلى حاجته يعني قبل الجماع قال بسم الله ثلاثا هنا بعدها مو مذكور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ثلاثا فإن قدر أن يقرأ أي آية حضرته من القرآن ففعل وإلا كفته التسمية بسم الله اسمها التسمية بسم الله الرحمن الرحيم اسمها البسملة يقول وإلا كفته التسمية وعن خالد بن المختار قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها وهي بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لاحظ أن أكو شدة في اللهجة في الدفاع عن البسملة ونسبتها إلى القرآن لأن أهل البيت عليهم السلام وظيفتهم هي حماية القرآن قائمين على القرآن فيسوءهم أنه هناك مظاهر تنزع القرآن من أصله أو تنزع آية من آيات القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر مو عليها تسعة عشر الزبانية الموكلين بجهنم يقول من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ شوفوا هذا سر من أسرار البناء فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها تسعة عشر حرفا تسعة عشر زبانية البسملة تسعة عشر حرف كأنها تقاوم ليجعل الله كل حرف منها عن واحد منهم وروي عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكأن بسم الله الرحمن الرحيم هي كافية في الثواب يعني الكم اللي يصفونه أهل البيت عليهم السلام للبسملة فقط من الثواب شيء كبير جدا من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف حسنة ومحى عنه أربعة آلاف سيئة ورفع له أربعة آلاف درجة وروي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا مر المؤمن على الصراط فيقول طبعا اللي جماعة بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا هو جماعة بسم الله الرحمن الرحيم في الآخرة اللي تعطاها دائما في الدنيا يتذكرها ويتعطاها في منازل الآخرة والمنعطفات يقول إذا مر المؤمن على الصراط فيقول بسم الله الرحمن الرحيم أطفئ لهب النار وتقول جزء النار يعني ديقول له جزء يا مؤمن يعني أعبر فإن نورك قد أطفأ لهبي شوفوا فضل البسملة شلون عظيم عند الله سبحانه وتعالى هنا الرواية الأخيرة في فضل تعليم البسملة يعني مرة إحنا نقرأها ومرة نعلمها للصبي للولد للبنت في البيت أو المعلم الأستاذ يعلمها للأطفال الصغار حقيقة نعمة هذه يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم والمقصود بالبراءة يعني البراءة من النار أو البراءة من السوء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلام أهل البيت عليهم السلام ويجعلنا ممن نقتفي آثارهم ويتبعهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر